تتزايد المخاطر من توسع أكبر للصراع بين تركيا والأكراد مع استمرار العملية التركية في شمالي سوريا والعراق وتلويح الرئيس رجل طيب اردغان بعملية برية والرد الكردي بقصف مناطق تركيا وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من انفجار اسطنبول الذي اتهمت تركيا لمسلحين الأكراد بالوقوف خلفه وعقب تحذير الإدارة الذاتية لشمال والشرق سوريا من أن ضرب مناطق سيطرتها سيدخل المنطقة في أتون حرب طويلة الأمد لا تحمد عطبها وما زاد من سوب المخاوف في الساعات الماضية إعلان الرئيس التركي أن بلاده ستفعل ما يلزم برا وجوا وشددا على أن السلطات الأمنية التركية تقرر وتتخذ خطواتها ولا تنتظر الإذن من أحد هل مخاطر التصعيد وقعية؟ هل يمكن أن تتوسع العمليات؟ وكيف؟ وإلى أين؟ هل تختلف العملية التركية هذه المرة عن العمليات السابقة التي استهدفت في السنوات الأخيرة الأكراد في شمالي سوريا والعراق؟ وما الردود المتوقعة على هذه العملية؟ ضيفانا في هذا الحوار الليلة من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان ومن أسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور برهان كور أوغلو أهلا وسهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار دكتور برهان تصريحات الرئيس أردغان الأخيرة تشبه إلى حد كبير تصريحات سابقة له أكد فيها أن هذه العملية ستحسم خلال ساعات فقط إن كنت تذكر معي الأمر لم يحصل دكتور ما الذي يختلف الآن؟ هل تكون هذه العملية التي سمتها تركيا هذه المرة المخلب السيف؟ هل تكون معركة حاسمة؟ يعني أولاً إذا تذكرنا العمليات التي قام بها تركيا في الفترة الماضية ثلاثة عمليات كلها طبعاً كانت ترمي إلى أولاً تأمين الأمن القومي التركي بالدرجة الأولى وثانياً تأمين هذه المناطق التي يتواجد فيها كثير من اللاجئين بالإضافة إلى اللاجئين في تركيا هناك اللاجئين على الحدود التركية الذين هربوا من النظام أو من المنظمات الإرهابية الأخرى طبعاً هذه المناطق كذلك بدعم من بعض الدول الغربية يعني استقر فيها منظمات أخرى إرهابية مثل يعني كان هناك منظمات مثل داعش الآن هناك بيكاكا وبي واي دي كلاهما بطبيعتهم لا يختلف عن بعض لذلك أنا طبعاً أريد أن أطرد على كلمة أكراد أكراد هم أصلاً جزء لا يتجزى من المنطقة من الشعوب بينما هناك منظمات إرهابية يعني يستغل أحياناً باسم الأكراد أو الحقوق الكردية ولكن هم يقومون بعملات إرهابية وكذلك ليس فقط على الأتراك على العرب على الأكراد أنفسهم يعني الذين لا يتفقون معهم لذلك حرب تركيا مع هذه المنظمات ولذلك وجود هذه العناصر على الحدود التركية في المناطق التي تركيا تحاول أن تؤمنها من أجل استقرار لأن عدد كبير من اللاجئين السوريين هذه طبعاً يجب أن يتحر هذه المناطق أولاً يعني من أجل تأمين استقرار السوريين الذين هربوا من أماكنهم من مدنهم مثل حلب مثل حمص مثل الشام وعلى الأقل لإيجاد حل يعني لمشكلات السورية بينما هناك عناصر جديدة هذه العناصر مثل ما قلت بيكيكي وتحارب تركيا وتحارب الشعوب المنطقة وتريد أن تؤسس دول تحت واضح دكتور برهان هذه الأهداف كانت حتى أهداف العمليات السابقة أنا كان بدي إجابي على سؤال لماذا تختلف هذه العملية عن سابقاتها وهل تكون حاسمة هذه المرة لأن حديث الرئيس أردوغان ذهب أبعد بكثير ليتحدث أيضا عن عمليات برية سأعود إلى تفاصيلها في سياق هذا الحوار بس دقيقة فقط يعني أليك الإجابة على السؤال صحيح هذه المرة هي ستكتمل ما بقي نقصان في العمليات الماضية في العمليات الماضية كان هناك منطقة من الجارابلوس إلى الباب حررة بعد ذلك منطقة عفرين حررت بعد ذلك منطقة الشمالية الآن يجب أن يكتمل هذا الشريط الأمني الذي يمكن أن يكون عمقه من ثلاثين إلى خمسين كيلومتر حتى يكون هناك لوجستيا وستراتيجيا مناطق آمنة مصونة من الهجمات الإرهابية في هذه المناطق سنعود معك دكتور للحديث عن ما كان ينقص في العمليات السابقة وأن يمكن لهذه العملية أن تحقق أهدافها من دون لربما مباركة أمريكية أو روسية أو غيره أستاذ عماد بجلان أهلا وسهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار يعني الجانب الكردي لا يقف متفرج على هذه المعركة مع العلم أن الدكتور برهان ما وافق أن يسمي أو إجمل الجميع لأنه تحدث عن مجموعات معينة وليس عن كل الأكراد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حذرت من أن ضرب هذه المناطق أو مناطقها بالتحديد مناطق سيطرتها سيدخل المنطقة في أتوني حرب طويلة الأمد لا تحمد عقبها ما الذي يمكن توقعه أستاذ عماد مناطق تركية حدودية قصفت خلال الساعات الماضية بداية سيدتي الفاضل تحية لك أهلا وسهلا ولمشاهدين قناتكم الأكارم يعني لنتكلم بوضوح على الحكومة التركية والحكومة الإيرانية والحكومات العراقية والسورية هؤلاء قضوا هذه المسألة مسألة الكرد لن تنتهي بالعنف والقتل والسلاح وسفك الدماء أكثر من النظام البعث في العراق عندما قصف الكرد بالكيمياوي والمقابر الجماعية والأنفال ماذا كانت النتيجة وكذلك في سوريا الآن أيضا نحن في أقليم كردستان نأمن إيمان تام بأن القضية الكردية التركية لن تحل دعيني أقول العمليات العسكرية سواء كانت جنوب تركيا شمال أقليم كردستان سواء كانت في كردستان الغربية في روج آفا ولكن عبر الحوار والجلس إلى طاولة الحوار وكان هناك دور كبير للديمقراطة الكردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني قبل سنوات في الهدنة وحصل هناك تقدم كبير لذلك أيضا في الجانب الإيراني أيضا هناك تصعيد الآن وقصف على مدن وقصبات في أقليم كردستان تحت ذريعة قصف الأحزاب الكردستانية الإيرانية المعارضة وإلى متى سفك الدماء والاستهانة بأرواح مدنيين عزل ناس عزل لا ذنب لهم نساء وأطفال القضية الكردية سواء كانت في تركيا وفي إيران لن تحل كما أصبحت واقع حال في العراق سوف يأتي يوما يصبح واقع حال هناك شعب حيء على أرض هناك شعب لديهم لغة وجغرافية وكل مقاومات أن يكون لهم أضعف الإيمان أن يكون لهم حكم ذاتي ويديروا أمورهم بأنفسهم فلماذا هذا التصعيد نحن في كردستان لسنا مع التصعيد ولسنا مع من يتخذون من روج آفا أو من إقليم كردستان قاعدة لتهديد تركيا أو لتهديد إيران إطلاقا ولكن في الوقت نفسه لا يجوز دولتين أن يجعلون من أراضي كردستان سواء كانت الغربية أو الجنوبية أنه أرض لتصفية الصراعات وخرق المواثيق والمعاهدات الدولية واستهداف والقصف العشوائي بين المدنيين والأطفال في أي وقت ما أرادوا هذا غير منطقي نحن في الألفية الثالثة إذا أردنا أن نكون وقاعيين لنحتم أنا أستمع إلى قراءتك ويجب تغليب لغة الحوار على كل هذه الخلافات والمعارك لكن اليوم حقيقة هل الحوار مكان في ظل التصعيد الحاصل في حديث واضح من قبل الجانب التركي على أن هذه العملية بعد سلسلة كبيرة من العمليات ستكون عملية حاسمة وفي رد كردي واضح بأن المناطق التركية ستقصف واليوم تابعنا ما حصل في كركميش وبالتالي الأمور ذاهبة إلى تصعيد يا أستاذ عماد يا سيدتي الجيش التركي ثاني أقوى جيش في حلف الناتو جيش لا يهزم بسهولة كذلك الحال أنه حزب العمال يتخذون مناطق في سلسلة جبال قنديل مناطق وعرة جداً كل جيش الناتو الحلف الأطلسي لا يستطيع النيل منهم لنكون واقعيين هذه مسألة الكر وفر بين الجيش التركي وحزب العمال لن يأتينا بأي نتيجة سوى الدماء لا أكثر ولا أقل لذلك أنا أقول لا حل للمسألة الكردية التركية سوى الجلوس إلى طاولة الحوار وهذا ما دعا له الرئيس مسعود بارزاني منذ سنين وكما ذكرت لك تقدمنا خطوات كثيرة وكبيرة تجاه ولكن لم تقدم أكثر من أقل من عامين وثم انتهت الهدنة وعادوا إلى حمل السلاح ومواجهات فيما بينهم وأصبح منذ ذلك التاريخ لحد الآن قرابة العشر سنوات ماذا تغير في الموضوع ماذا تغير سواء بالنسبة لجانب الحزب العمالي أو جانب التركي لذلك المسألة واضحة قوتين هناك كر وفر بينهما يجب الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع أسس وحلول دائمية شو رأيك يا دكتور برهان في مداخلة الأستاذ عماد بجلان لا يرى حلا لهذه المسألة إلا على طاولة حوار يجب الذهاب إليها اليوم ألا تعتقد أنه أي تطور من هذا القبيل من حيث انطلق تصريحات أو انطلقت تصريحات الرئيس أردوغان لن تجعل إلا المنطقة برمتها تدفع الثمن؟ يعني أولا طبعا أكيد دكتور أستاذ عماد يارف جيدا مساعي تركيا في حل هذه المشكلة بطرق سلمية قبل 2010 كان هناك ما يسمى بمشروع الانفتاح فتركيا دعا كل أطراف للحوار الديمقراطي وطبعا بالنسبة لتركيا طبعا حقوق الأكراد كلها معروفة يعني إذا سمينا مثلا سوريا والعراق يعني أيام صدام لا يمكن وجه للمقارنة هناك أكراد أصلا هم من ضمن النسيجة من تماش تركي أنا تركي وزوج أختي كردي ونحن إخوان يعني ليس عندنا مشكلة الدولة التركية كذلك قدم كل الإمكانيات الدموقعية هناك كثير من الرؤساء الوزراء أو الوزراء كانوا من أصل الكردي إذن مشكلة ليس لا يطلق بالقضية الكردي والتركي هناك ولكن الآن خاصة في ظل الدول الهشة دول التي ليست عندها سيادة هناك منظمات إرهابية أنا لا أسمي فقط بكاكا هناك داعش هناك منظمات إرهابية أخرى هناك بي واي دي هذه المنظمات يستغل هم ليس عندهم أسلوب حوار تركيا أراد أن يكون هناك حوار لذلك أعلن عن العفو ولكن حتى الأحزاب السياسية التركية الكردية التي كانت لها صلة بالبكاكا لم يستطعني فك من بكاكا وبقيت مرهونة تحت سياسة بكاكا الإرهابية الآن لماذا هذه العملية الأخيرة؟ كان هناك انفجار في إسطنبول طبعا هناك انفجارات ليس فقط في إسطنبول يوميا يستمر اعتداعات على المناطق التركية بالنسبة للبرزاني الآن تركيا وضع يده فوق يد برزاني أصبح من منطقة الشمال إراق من خلال كذلك مساعد تركيا منطقة ما شاء الله ممتازة من ناحية يعني التغيير العمراني وليس عندنا أي مشكلة بالنسبة للتطور وضع الأكراد ولكن هناك خطط منذ منذ مئة سنة لتجزئة المنطقة إلى دولات صغيرة إلى دولات التي ليست لها قوام الدولة نحن نريد أن نجمع بين شعوب المنطقة ولا نفرق بينهم يعني بالنسبة للأكراد يجب أن يحصل كل عقوقهم وحصلوا في تركيا وإن شاء الله يحصل في الدول الأخرى طبعا تركيا دعم لذلك حتى الثورات الديموقعية في المنطقة الكل يعرف ذلك ولكن المنظمات الإرهابية يجب أن يعني الحركات السياسية تفك عن المنظمات الإرهابية إذا فكوا عنهم يكون هناك مجال الحوار التعاون للتعايش هذا شيء طبيعي أنا يعني لا ألم الأخوة التفك ما هو أنه لا يمكن أن نصل إلى حل فقط من خلال الحرب ولكن لا يمكن الحل لمشكلة الإرهابية إلا من خلال الحرب يعني الإرهاب إما يستسلم أو إما يطلق السلاح هذا الحوار الإيجابي الطامح لحوار لا يشبه ما يحصل في الميدان يعني تأكيد واضح خلال الساعات الماضية من الرئيس أردوغان على أنه بلاده ستفعل كل ما يلزم للتحرك جوا وبرا هذه المرة أصدر عماد ألا تخشون عملية برية أي تداعيات منتظرة لذلك وخاصة أن الأكراد على أهب الاستعداد أيضا لمواجهة أي هجوم بر بحسب التصريحات الرسمية يا سيدتي الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة سئمة من هذا العيش من الكر والفر والملاحقة والقصف والقصف العشوائي والاعتقالات وإلى آخره ونحن كما ذكرت شهدنا قبل أعوام وصن الزيتون ومخالب النسر ومخالب النمر وهذه الأسماء الرنانة ماذا أنتجت هذه العمليات هل أنتجت شيء يفيد المنطقة أو يفيد تركيا أو يفيد الكرد لا على العكس بكل الأحوال هذه الحروب في المنطقة الجانبين سوف يتضرران بدون أدنى شك ولكن لغة الحوار كما ذكرت تركيا ينبغي أن لدينا تجربة مئة عام كانت هناك مشاكل في كردستان العراق مع الدولة العراقية لن ولم تحل سوى بالتدخل الأممي وإنشاء أقليم وأصبح أقليما آمنا لكل العراقيين بكل أطيافهم لذلك المسألة الكردية في هذه الدول ليست بمأسألة معقدة لا حل لها ولكن يجب أن يكون إرادة لدى هذه الدول لحل القضية الكردية وإلا هذه العمليات العسكرية سوف تسفر عن ضحايا مدنيين وضحايا من النساء والأطفال والشيوخ والأضرار المادية التي تلحق بالقرى والقصبات وإلى آخره وماذا تكون ونحن مقبلين على أيام فصل الشتاء يعني أين يذهبون هؤلاء الناس هناك مضمومية الناس المدنيين العزل لماذا هم يتحملون وزر جماعات مسلحة يقومون باستهداف الجيش التركي هنا وهناك فالمعادلة معقدة جدا وليس فيها رابح الكل خسران في هذه العملية وكما ذكرت لك يعني احترام الدم دم الإنسان أصبح يعني من الواجب نحن في الألفية الثالثة دم الإنسان مقدس أقدس من أي المقدسات ولكن للأسف في هذه الدول الدم الكردي مستباح ودائما محارب ودائما يحسب له أنه مواطن درجة ثالثة ورابعة وخمس سأعود لأسألك من يقف إلى جنب الأكراد اليوم لأن البعض يتسأل عن الحلفاء ويسمي بعضهم حلفاء قدامة سأعود إلى هذه النقطة دكتور برهان شو اللي سيجعل الرئيس أردوغان يتحرك برا هذه المرة لأنه يمكن بالمرات السابقة لم يذكر هذه المسألة اليوم معركة حاسمة هل تتطلب تحركا بريا برأيك أولا قبل الاستجابة يجب أن أوضح نقطة مهمة جدا سيدتي بالنسبة لتركيا تركيا لا يعادي المدنيين ولا يضرب المدنيين ولا يعمل قصف أشوائي الذي يقوم بقتل المدنيين هو بككاه الآن من يحارب تركيا هو داعش الذي حارب تركيا داعش كذلك تركيا حارب ليس الشعوب تركيا يحمي الشعوب الآن إذا كان هناك ملايين من السوريين يعيشون نوعا بجزء كبير من الأمان على الحدود التركية يعني طرف السوري هم من خلال مساعي تركيا في هذه المناطق تأسيس البيوت والمدن والإمكانيات البلدية كلها تم من خلال مساعي تركيا ضيفك يعرف هذا جيدا حتى وجود الاستقرار في شمال الأراق كذلك من خلال جهود تركيا ذكر ضيفك القتل الكيميائي في حلبجة أيام صدام من قام بإنقاذهم إلى أين اتجهوا اتجهوا إلى تركيا تركيا أنقذهم لما صار حرب داخلية في سوريا إلى أين اتجهوا ملايين الآن خمس مليون سوريا أين يعيشون في تركيا بأمان إذن يجب أن يظلم تركيا تركيا يريد الاستقرار يريد الأمان في المنطقة ويريد السلام في المنطقة ولكن هل يجوز أن منظمة رهابية وأمريكا يسلحهم بكل الأسلحاب بزريعة محاربة داعش ولكنهم يحاربون الشعوب ويستولون على أراضي على أبار نفط على ممتلكات الناس ويهجرونهم بمئات الآلاف هذا هو الحقيقة لماذا لا يذكر ضيفك ماذا يعمل بكاكا في قنديل ويقول أن قنديل مناطق وعيرة سعبة جيش تركي إلى الآن كل العمليات قام بها طبعا هناك دعم كان من أمريكا حتى جزء من روسيا ولكن استطاع تركيا بدون إجازة من هذين الدولتين أن يحرر هذه المناطق حتى يؤمن للشعب السوري أن يعيش بأمان وهناك تقريبا 500 إنسان رجعوا 500 ألف سوري رجعوا لهذه المناطق المحررة صحيح أنك لم تجبني على سؤالي المتعلق بالتحرك بريا لكن ذهبت إلى مسألة مهمة جدا هل يمكن لهذه العملية أن تقدم عليها أنقرة من دون موافقة أمريكية أو على الأقل دوء أخضر أمريكي يعني مرات عديدة قيل أن العمليات السابقة قد توقفت لأنها من دون هذا أو هذه المباركة الأمريكية ما الذي يحصل اليوم؟ الصحيح أمريكا وروسيا وعدوا تركيا لتطهير هذه المناطق مثلا كوباني عين العرب من المنظمات الإرهابية ولكن لم يقوموا بذلك أمريكا لم يقوم بذلك بالعكس استمر بدعم هذه المنظمات الإرهابية وفصل بين بككا وقال هذا قوات قصد وكذا كل هذا كلام الآن أمام الشعب التركي لا شيء الآن هذه العملية قام تركيا بدون إجازة لا من سوريا ولا من أمريكا ولا من روسيا سيستمر في هذه العملية إلى أن نتحقق الأمن المنطقة وأن يجتمع هذه المناطق التي مفرقة من قبل أولاد المتحدة ولذلك تركيا أعتقد أفهم بايدن أن تركيا ستستمر في هذه العملية لأن هذه القضية ليس قضية من أجل المناقشات المناورة هي قضية تمس الأمن القومي التركي وتمس أمن المنطقة إذا لم يقوم بهذه العملية لا نتحدث عن مستقبل أي دولة في المنطقة الأمليات التي نقوم بها ليس فقط لمصلحة فقط تركيا لمصلحة الشعب الإراقي كذلك لشعب السوري هذا يجب أن يفهم بشكل جيد تركيا أكدت يا دكتور برهان ويا أستاذ عماد نفصل بين الكردي المسالم بين المنظمات تركيا أكدت أنها لن تأخذ إذن أحد قالت أنه لا طرف سيقف في وجه هذه العملية التركية أستاذ عماد ألا يخشى الأكراد ذلك يعني هم يعتمدون منذ سنوات طويلة على الحليف الأمريكي الذي أمن حمايتهم من الذي يحميهم اليوم؟ نحن في كردستان العراق دائما نقول أن لا أصدقاء لنا سوى الجبال الجبال هي من كانت تحمينها من النظام السابق والظلم والإجرام الذي مورس بحق الشعب الكردستاني فلذلك أمريكا تبحث عن مصالحها بدون أدنى شك مواقف أمريكا تارت ترعينها جيدة وتارت ترعينها كما تخلوا عن دعين قوات قسد وغيرهم في كردستان السورية حقيقة سيد عماد في تقارير عديدة تشير إلى تخلي الأمريكيين عن الأكراد في المنطقة خليني أسألك عن ذلك لأنه لا يمكن الاعتماد على الجبال يا أستاذ عماد لتأمين حماية الأكراد أليس كذلك؟ يبدو أنه ليس لدينا أصدقاء لماذا؟ لأنه المواقف الدولية باستثناء موقف الفرنسي بالنسبة لكردستان العراق موقف مشرف منذ البداية وحد هذه اللحظة ولكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية للأسف كما ذكرت لك في بداية عهد ترامب أو في منتصب عهده عندما سحب القوات الأمريكية من كردستان السورية بعدما قامت قوات قسد بمحاربة والقضاء على فلول داعش في أغلب هذه المدن وعطوا عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا ولكن بالنتيجة أمريكا ليست في المنطقة أمريكا تبحث عن مصالحها والذي يجب أن يكون بنظر الاعتبار هذه الدول التي تحيد بإقليم كردستان والتي كردستان مقسمة على أربعة أجزاء مع هذه الدول يجب أن يفكروا أن القضية التركية لن ولن تحل عبر الحروب والحملات العسكرية وهذه مثبتة تاريخيا شكرا جزيلا على هذه القراءة الليلة وعلى هذا التحليل سنكون بمتابعة لهذه العملية خلال الأيام المقبلة شكرا لضيفنا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستان عماد بجلان وأشكر ضيفي من أستنبول وصدر علاقات الدولية الدكتور برهان كور أوغلو أيضا على المشاركة شكرا لكم